السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميدي في سنة الأولى متوسط لحتى أولياء تناميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذة ياسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله بإما أن الفروض على الأبواب إن شاء الله اليوم رح نحل مع بعض فرض اللغة الفرنسية للفصل الأول إذن يلا أبنائي درنا مراجعة عكام للدروسة حنحطا لكم إن شاء الله في رب الوصف درنا كذلك الوضعيات الإدماجية اللي رح نحتاجها إن شاء الله قد ما قدرنا نحلو نماذج باش هكذا اليد تعنا تمشي في الفروض وإن شاء الله نجيبوه علامات ممتازة مهما كان المساوة تعنا في اللغة الفرنسية إذن يلا أبنائي وشنو هي الوحدة لني قرأ لها ننقرأ على النظافة سيكونس وشي تتحدث لي على ليجيان معنتها النظافة سواء نشوفو بغساج دي دون عندي لفاج ديمة عندي إيجيان كوربوريل معنتها نظافة الجسم غسل أسنين غسل أيدي كلها أبنائي ننصص تهدر على النظافة إذن نقدر ننقعها في الفرد التاعي يلا بدون إيطالة كيفاش مداري الأستاذ يسمين الدير دوما نقرأ باللغة الفرنسية نترجم إلى اللغات العربية نفهم الأسئلة تاعنا وفي الأخير إن شاء الله نبدأ والحب إذن يلا هاو لتكست تعنا سهل وبسيط إذن نبدأ ونقرأوه خطوة بخطوة إذن أوي قولي لبروساج دي دون إيه لإيليميناسيون دي بري دي نوريتور كي غسل أبخي شاك ربا معنتها أوي قولي غسل الأسنين هو إيليميناسيون معنتها أني ألغي وشنو هادك البقايا تاح الطعام اللي تقعد لي في الفرم التاعي أبخي شاك ربا معنتها عند تناول كلي وجبة هذا هو عرف هالي يعطاني ديفينيسيون تاح بروساج دي دون إذن لماذا يعتبر غسل الأسنين ضروري جدا وشحن ديرو حن جاوبو على هاد سؤال في النص تاعنا أوي قولي لبروساج دي دون permet دمانتنيني دي دون سن معنتها يحافظ لي لبروساج دي دون معتها غسل الأسنين يحافظ لي على صحتي أسنيني إذن من الضروري جاوبو على هاد سنيني دون سنيني دون معتها بشن يفتة أو لأن دينبو كما احنا قولو تسووس الأسنين اللي هو من أخطر الأمراض أو الأمراض الشائعوين في الأمراض الأسنين يلا إذن من الضروري ولموصابه أنه نغسل الأسنان دو فوة بجو معناتها مرة تيني واج في اليوم معناتها بسعمال يكون بيان وطبعا معجون الأسنان هو الدن تفخيس وبروسة دن معناتها الفرشات التعنا تكون أبنائي جديدة وبرابر إذن هذا بالنسبة إلى النص التعنا أبنائي أنتو ما لازم على الأقل وشو نوصيكم دائما النصو ستعنا عربية انجلي فرنسي ما يهمنيش نقراهم على الأقل مرتين نمرو دوك فهمنا لتكس نمرو إلى لكسيون تعنا كمبريمشون ديكري معنا على أعليها 14 نقطة رح تهضرلي على النص التعي إلى غريدالك قالي روكوبي لابنغيبانس معنا في كل حالة اختار الإجابته صحيحة لتيب ديكس تيب أبنائي معتها النمط نوع النص كيف في الفرنسي هذا كوا أسكو ناراتيف ولا إكسبليكاتيف ولا ديكسكريبتيف أسكو هو حيك قصاصي ولا سردي ولا راهو يفهمني تفسيري ولا راهو يوصف لي هنشوف شكون صحيحة دكوا بارل ستكس على ماذا يتحدث النص تعي دي لعفاج دي مان غسل الأياد برساج دي دان غسل الأسنان و دي أو بيان سي دي لجيان كوربوريل معنتها النظافة تعلجسم التالي نختاره في كل مرحلة ولا في كل واحدة نختار الإجابة صحيحة اللي بعد وعندي ريپو با وفو غري صحيح فو معتا خطأ عندي لابنغيبانس جتولي لبرساج دان سفت أبن شاك غبان غسل الأسنان يجب أن يكون قبل كل وجبة صحيح أو خطأ قليلا كاري اتن مالادي دانتر التسويس هو مرض الأسنان لبرساج دي دان مانتين لدان سين معنى تخليل الأسنان التاري صحية في صحات جيدة اللي بعد و ان كوا كونسيست لابنغيبانس دي برساج دان كيف لابنغيبانس معتا الضرورية في ماذا تتمثل ضرورة غسل الأسنان كذلك أبنائي نحن جبدوها من النص اللي بعد وكاتر وشاوي قولي تخوف دان لتكس لسينونيم دي مو سويفان لك انحووس على كامل لسينونيم أبنائي معتا المرادفات لك عندي 3 مو ليا كونسير هادو كامل رحن نشوف كيفاش لازم قبل نفهم المعنى التحوم ونشوف كيفاش نجيب لهم المرادفات 5 غلاب جو تيكس 1 ديفينيسون اجي بدلي من نص تعريف وش قلت لكم تعريف دايمن ننقوه في الجملة الأولى إذن يلا 6 لابنغيبانس يعني الفرشة للأسنان اتنو تيل هي وسيلة كي سير انتوية لدن وسيلة تخليني اني ننتوية بها ولا ننظف بها الأسنت سولي لابنغيبانس سبعدوني رلاتف معنتها واعطيني لازم تح معنتها وشنو هي لابنغيبانس سبعدوني رلاتف قلت لكم هي جملة سيلة الموصول في اللغة العربية واعطيني كامل لازم تح معنتها العناصر التح 7 ملي verب مي entre parenthèse وبرزن دي لاندكاتف سهل المضارع يلا للافاج دي مان كيفش نقول إليميني للميكروب vous برس دن أبري شاكو وبرزن نشوف كيفش رجح ها اون برشور سور لابن هجيان كل واحدة ابنائي رح نشوف كيفش نصرف ها 8 اللي هي الاخيرة لكيسون دخلا دان انتتر أو تاكس مولا أعطيني عنوان للنص سهلا ابنائي ناخدو العنوان سهل كامل بالنسبة للافاج دي مان معن باش نعيش بصحتين جيدة لازم اني نغسل الأسنان العفون الأيادي تاعي طبعا جدول المساعدة اعطوني لنان لفربي ونشوف كيفش نكتب عليها وابنائي اعطيت لكم سهل جدا تاع الغس الأيادي بشاكذا تدو عليها حتى علامة خمسة ونص ستة لمان فهم سور تولي كي ما تكون فيها الأخطاء اذن يلا بدون ايطالة نصحوا هذا الفرض تاعنا معنا يلا ابنائي تلاحظوا باللي قدم فهمنا النص تاعنا راح الأسئلة جينا صحيحة اذن بالنسبة لتيب معنتها قلنا النوع ولا النمط تاع النص إكسبليكاتيف انتو ما عندكم هذا الفصل هذا الاختيار ما هو يحكي لي ما هو يوصف لي وإنما راه يفسر لي طريقة تاقص اليدين باللي هي مليحة باللي تحارب لك هما التسوس وهكذا هذا بالنسبة للجواب الأول وش أنا نهضرو أس كي كلمة ما كي نه كي نه النظ العملي الجسم لا بغوصة جديدة نورة هي تتكرر كثيرا في النص إذن هذه الإجابة الصحيحة إذن هذه بالنسبة لأ نمر لدوزي يقالي أجيب بصحيح أو خطأ إذن أبنائي عندي بالنسبة قالي الغسل الأسنان يكون هذا خطأ أو يقول لأ لازم علي نغسل الأسنان معدها أبخي شك وجبة معدها بعد كل وجبة وليس قبلها بالفهم قال لي اللي كاغي أبنائي اللي هما التسوس هو من أمراض وشنو الأسنان هذا صحيح مذكورة في النص قال لي باللي نحافظ على الأسنان التوعي بالبغوصاج هذا كذلك صحيح وكيد نقرأ ومليح النص نفهمه نجاوب وكلش صحيح السؤال الثالث اللي بعده يقول لي للمبغوصاج تغسل الأسنان ولا ضرورة تغسل الأسنان عليش نديروها عليش ضرورية جدا نغسل الأسنان إذن نجبدوها من الأفخاز هذه أبنائي إذن قولو لهم لبغوصاج دون بغوصاج دون دون سن يعني تحافظ على الأسنان ولا صحة الأسنان تاري إيدي إيدي لابخي كوز دي مالادي دونتر كم الكاري دونتر هو يحافظ لها الأسنان التاعي باش منطحش في التسوس إذن هذه الأهمية دياله نمرو لسؤال الرابع اللي هو لسينونيم المرادفات دونك أبنائي لازم نفهموها عبيها نقولكم قدم حلينا قدم خير كي نقول معنتها كيف معنتها يحفظ يحافظ معنتها البقايا تطعام تعدك اللي اللي قعدو في الفم ولا في الأسنان التاعي أليمان ولا نوريتور هي الطعام حسن هذي لازم علينا نخلوهم في بالنا انقا يطحونا في نص ولا جملة باش نفهموهم يالله لديفنش جعوتي لكم أبنائي لديفنش دائمين نلقاها في بداية النص اللي برساج دائمين حتى ربا إذن يالله نعقدون جبدوها اللي برساج دائمين 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 حتى ربا قد لكم كتبوها من اللي تبدأ حتى النقطة ولا الفاصلة على حساب النص اللي عندي يالله جبدو لدي propositions سيب دائمين تبدأ من حتى النقطة ولا حتى الفاصلة qui سير نتوي دائمين إذن يقول يالله برساج دائمين وسيلة التي تسعي على تنظيف الأسن إذن هادي كم جملة سلة الموصول إذن هاد وش نسميه هاد لازال المنتح وش عندي عندي من كي حتى النقطة propositions سيب دائمين رلاتيف عندي الكي هو الاسم موصول كيف كيف اللغة الفرنسية برانو رلاتيف وهذا اللي قبلو وش نعيطولو الكلمة اللي قبلها لنان اللي قبلو نعيطلو antecedent اوكي دائمين هادي بالنسبة للدرس تاعنا تاع جملة سلة الموصول في الفرنسية يالله نحط لك في البرزان سهل عندي برمي جروب عندهم لترمي دائمين دائمين وثل دائمين كيف اللغة ايليميني بسح لازم نعرف للافاج دائما معنت هو ابنائي غسل اليدين ان يعليه هو باش تخلاص نحي وندير اوكي سهلا واش نحي نحي وندير اوز وبروس وضن اتس تانك نو واش قولنا نو نحو ال او وندير وانس بصح بشرط شوفوا اللي هنا لو كان ما نحط ابنائي شوفوا نقلوها غيدي غان لازم نعرف بلي جيم على او يتقر غو لازم نزيد لها او مبينتهم نفرق بنتهم بال او باش تقول غيدي جان اوكي اذا هذي بنسبة لل كونجوك ازان لتتخ تعي قل لكم دايما خير تتخ لجي كم سهل اللي هو لبغ ساج داد غسل الاسنان ما كاش يعني تفلسيف ما كان والو هذا هو بالنسبة لعنوان تاكم ابناء بناتي بالنسبة الوضعية الادمان جي راني حطيتها لكم وانشاء الله نزيد نعطيها لكم في رابط الوصف اسهل منها ما كاش مفهوم تهضر على فيها لين فيها فيها مكررة تلقوها يعني كل السنة اولى متوسط تتعاود لهم قلت لكم سواء تعلجسم كوربوريل ولا عندكم دماء اللي هو غسل اليدين ولا عندكم ليدون اذا هذا كان بالنسبة للفيديو تعلنها اليوم كالعادة ابنائي اي سؤال لا استفسر خلوه في تعليقات نجاوب عليه ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ونكملوا ان شاء الله بقية الفروض كاملة وكما نقول كالعادة بتوفيق ان شاء الله